اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكثرها بتبشرها بالزواج بإذن الله ولادة الامة في الحلم بتدل على سرعة الزواج للبنت والشاب خصوصا اذا كانت الامة دي قد تجوازت سن الحملة والولادة في الواقع فاي بنت تشوف ان والدتها بتالت في المنام تعرف ان ان شاء الله في اقتراب زواج لها هي بإذن الله في الفترة المقبلة النجاح بالاختبار او الامتحام في المنام من العلامات المهمة جدا اللي بتبشر بقرب الزواج وتسريع الزواج بإذن الله ايضا تعتبر رؤية الاعياد في الحلم من اهم الرموز اللي بتدل على الزواج السريع سواء عيد الفطر عيد الأطحية او حتى عياد الميلاد والمناسبات المفرحة في المنام كل دي بتبشرها باقتراب الزواج الارقام في الحلم من الرموز اللي بتبشر بالزواج البنت العزباء والشاب الاعزب والارقام الصغيرة من واحد لعشرة بتدل على الزواج السريع خصوصا اذا كانت مكتوبة وقرأها صاحب المنام حلم شراء معدات واغراض الطبخ او المطبخ من الرموز المباشرة للفتاة بالزواج القريب والسريع كذلك الامر مثلا شراء فارش سجاد او كل ما يتعلق بتجهيز المنزل شراء الاغراض يعني المستعملة في الجهاز العروسة ايضا بتبشرها باقتراب الزواج باذن الله اي شخص يشوف المؤزم في الحلم ده بيدل على قدوم المأزون وكاتب الكتاب وبتبشرها ان شاء الله بزواج سريع جدا سواء للشاب او للفتاة من العلامات المهمة جدا ايضا اللي بتبشر بالزواج ان شاء الله وبالزواج السريع وهي ظهور اسنان جديدة للاب او للام وده يعني انضمام فارد جديد للعائلة وهو زوج الابن او زوج الابن فايضا من العلامات القوية جدا اللي بتبشر باقتراب الزواج السريع وهي ظهور سنان جديدة للاب او للام من العلامات المهمة جدا اللي بتبشر باقتراب الزواج وهي رؤية العامة المتوفية اذا كان لك عامة او اذا كانت لك عامة متوفية في المنام وشفتها في المنام تعرف ان شاء الله في قرب زواج وفي سرعة اتمام زواج باذن الله وخصوصا لما تشوف ان العامة دي كانت بحالة جيدة وبتاسم لك او بتحتضنك او جدمت لك هدية في المنام احبا في الله ربنا بشاركم بكل خير اتمنى تكتبو لنا حلامكم اسفل الفيديو علشان نفسرها لكم فسرع وقته ما تدسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم توسر لكبر قدركم الناس دومتوا في راعة الله ومنه وإلى اللقاء فيديو اخرى السلام عليكم ورحمة الله